ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زاهد انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الثالث عشر للجنة العليا للاشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي عقد في مقر اكسبو 2020 دبي واكد سمو خلال الاجتماع ان دولة الامارات توصل بجدية الاطلاع بدورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي واطلع معالي خالد محمد سالم بالعمة ميمي محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اعضاء اللجنة على اخر تطورات والتقدم الاجابي الذي يتم احرازه في بناء القدرات المؤسسية المحددة في تقييم المخاطر الوطنية وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب